الجار لسوريا وإحنا برضو بنشوف خروج ضربات من تنظيمات ومنظمات داخل سوريا على الجولان وعلى إسرائيل بتستبيح السماء السورية تركيا نفس الحكاية أمريكا بروح تضرب وصفف في سوريا إلى هذا الحد من الاستباحة للسيادة السورية أنا بشكر حددك للتوصيف المنسيادة في بعضين بعض مرتبط بالاستباحة لكن جزء خاص بي ظاهرة بقت منتشرة فعدد من الأجسام المريضة في المنطقة العربية نقدر نقول عليها ظاهرة الدول غير العربية في المنطقة العربية يعني حركة بتتكلم حوالين الوجود الأجنابي داخل سوريا سواء الوجود الأمريكي أو الموجود الروسي أو الموجود التركي أو الموجود الإيراني وبإيه بتتكلم على حاجات كتيرة بإيه بتتكلم على مصانع مذهبية مرتبطة بدول معينة بقينا بنتكلم حوالين يعني ما يهم الولايات المتحدة الوجود بالقرب من الأبار النفطية وجزء من دعمهم حتى لقصد مرتبط بذلك وليس مرتبط بقوات كردية روسيا في جزء منها مرتبطة بأهداف مصلحية والسيطرة على دولة في منطقة البحر المتوسط على سبيل المثال أو اللحاق ببعض مناطق النفوذ اللي كانت موجودة بالنسبة للموسكو في أزمان سابقة وتكون لحاقة بالنسبة لدولة زي إيران منذ اليوم الأول للأحداث في سوريا وكانت ترى أن أي مؤشرات لسقوط النظام السوري هو معناها انتقاض من النفوذ الإقليمي للدولة الإيرانية وبالتالي كان مسألة حياة أمود بالنسبة لإيران وأن جزء من التفسيرات الأساسية لبقاء النظام السوري خلينا نتكلم من أواضحين مش مرتبطة بأي دعم عربي قالت لأن كانت هناك حراك تعلم بدرجة أساسية كان هناك دول عربية داعمة لإسقاط هذا النظام منذ اللحظات الأولى طبعاً قرت في المياه أبعاد كثيرة هي التي أدت إلى تغيير أبس الأطراف بعدت أنها ما دعمتش ما دعمتش ففضل الدعم الإيراني والروسي هو المفتاح الأساسي لبقاء هذا النظام بالإضافة برضك للجزء الخاص بالتحالفات الداخلية الصلبة بمعنى أن مرتبطة بتحالف الجيش تحالف الأقليات مع التحالف الحزبي لأن أي طرف من دولها هيوقع هيوقع على البقاء وبالتالي وده اللي بيفصر أن فيه نظم أخرى وقعت لكن نظام الأسد هو الاستطاع عشان السلاسي حيوتخل عندها طيب والأطراف الإيرانية والروسية ما لعبتش في السلاسي دا طبعاً حاولت تنخر تجذب شوف هناك محاولات من جانب لغا تحالف الأقليات تحالف الحزبي هتلاقيها لأن كل ده يعني هتلاقي مثلاً موسكو في بعض العناصر السورية إن هي درست هناك تأثرت هناك مزاجها التعليمي مزاجها في تدريب العسكري وكذلك الحال بالنسبة لإيران هتلاقيها ممكن شوية بعد قدرة النظام السوري إنه هو يرتب أوراقه خاصة في الأعوام السلاسي الماضية ابتدى شوية إنه هو يبقى ليه قصة ليه مش حسابات الإقليمية والحسابات الدولية خاصة بالحسابات الداخلية المحضة لكن شوية أما ابتدى يلتقت أنفاسه لأنه هو كان بيحارب على جبهات مختلفة يعني هو بيحارب الدول العربية اللي كانت عايزة توقعه بيحارب المعارضة السياسية المختلفة اللي تقدر تواجهه بيحارب تنظيم إرهابي زي داعش اللي هو بيحاول يسيطر على مناطق واسعة سواء عنده أو عند الدولة الجواري اللي حركة الصلاة واصفها العراق بيحاول إنه هو يخرج من أطون العقوبات المفروض عليه من جانب الأوروبيين من جانب الولايات المتحدة برضك بيحاول حتى أنت عارف يا سيد إبراهيم إدارة العلاقة مع الحلفاء أو الأصدقاء أو الشرقاء أياً كان الوصف لا تقل تعقيداً عن إدارة العلاقة مع الخصوم صحيح